ملف مهم جداً وبطولة مهمة جداً عايزة أتكلم عليها وهي بطولة السوبر ليك دور السوبر الإفريق بسمع كلام كتير وأقرأ كلام كتير موجود على السوشيال ميديا ومن بعض المواقع ومعلومات يعني فيها تفاصيل مش واضحة أو مش صحيحة في الفترة الحالية أولاً دور السوبر الإفريق هيتلاح في الفترة من 20 أكتوبر لغاية 13 نوفمبر نتكلم في حوالي 24 يوم المفروض خلال 24 يوم هتتلعب 6 مباريات لكل فريق إذا وصل للنهائي يعني فيه فريق ممكن يلعب مباراتين ويخرج ممكن فريق يلعب 4 مباريات ويخرج ممكن فريق يلعب 6 مباريات ويوصل لساعتها الفاينال ويمما يفوز بالبطولة ييمما يبقى وصيف البطولة دي خلاص رسمياً أصبحت ضمن الأجندة الرسمية لمباريات الكاف خلال الفترة اللي جاي يعني دور السوبر الإفريقي تم إكراره وتم اعتماده وتم تحديد نظامه وتم إدراج مبارياته في الأجندة الرسمية للاتحاد الإفريقي ده واحد اتنين يجب على التحاد الكورة خلال الفترة اللي جاية ضبط فكرة مباريات الدوري بالنسبة للآهلي بعد المشاركة في دور السوبر الإفريقي لأن في التوقيت ده الآهلي مش هي لعب دوري الآهلي مش هي لعب دوري هيبقى منشغل بمباريات السوبر ليج وعنده في التوقيت ده إن شاء الله لما نوصل فينال تلات رحالات إفريقية دوري الثمانية أول مباراة هتكون خارج مصر لأن الآهلي مصنف رقم واحد فلقاء العودة هيكون على أرضه نكسب سيمي فاينال تبقى للقرعة يلقاء الأول يلقاء التاني على حسب القرعة اللقاء هيبقى فين سواء في مصر ولا خارج مصر نفس القصة المباراة النهائية والمباراة النهائية زهاب وإياب مش مباراة واحدة المباراة النهائية لدور السوبر زهاب وإياب فيه كلام طلع إن دور السوبر الإفريقي ممكن يتلعب في دولة تستضيف البطولة لغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها دلوقتي نهاردة بتكلم في يوم 18 ست كلام ده مش مطروح من الأساس مش مطروح من الأساس والدليل الملاعب اللي هتستضيف في المباراة المطلوب منها تطوير وتحديث وسيانة وسبق قبل كده وأعلنت إن أستاذ القاهرة طلب منه حاجتين أولاً تطوير المأسورة الإعلام ومأسورة الصحفين بالكامل تحدثها وتطويرها بالكامل ثانياً مأسورة الفي آي بي والفي في آي بي تتغير كل الكراسي اللي فيها ويتكون كراسي جديدة بمساحات محددة والكراسي تبقى باللون الأحمر عشان اللي استدى ساعتها أثناء البطولة يبقى معبر عن النادي الأهلي فبيعملوا بعض الأمور الهندسية اللي هي علاقة شوية بإن كل ملعب يعبر عن الفريق اللي بيلعب على الأرضه فبالتالي ده أكبر دليل إن الملعب بيتم تطويرها وصيانتها عشان تصديف البطولة في شهر عشرة كلنا عارفين الأهلي يلعب على الساد القاهرة الودادة يلعب على مركب محمد الخامس والملعب هيتقفل من منتصف شهر سبع عشان الصيانة والتطوير لأنه كمان في تحديث هيحصل وصيانة أرضية مركب محمد الخامس عندنا كمان ملعب لوفتس في بريتوريا ملعب فريسان داونز ملعب رادس ملعب نادي التراجئ التونسي دي الفرق الأربعة المصنفة رقم واحد ملعب سيمبة المفروض هيبدأ الشغل فيه من نهاية شهر سبعة والشغل فيه هيبقى مستمرة على مدار شهرين لغاية نهاية تسعة لأن فيه تطوير كبير جدا على ملعب سيمبة ممكن أنا شفت الملف بتاع ملعب سيمبة ما يقرب من حوالي أربع خمس ورقات كل دي متطلبات عايزة تتعمل في ملعب السلام الوطني أو ملعب دار السلام في تنزانيا نفس الأمر على ملعب إنيمبة ملعب مازينبي ملعب بيترو أتليتكو في أنجولا فبالتالي الزيارات اللي تمت على الملعب أكيد مش بعد كل الزيارات دي والتفتيش ده والورق اللي تم إرساله هيجي في لحظة يقولك لا هنلعب البطولة في دولة ومين الدولة اللي هتطلب الاستضافة كلام ده مش مطروح أصلا على طاولة الاجتماعات هدو بقى المفاجأة اللي جاي النهاردة بنتكلم 18 ستة كلال 72 ساعة في اجتماع في مقر الكاف ما بين الشركة الإيطالية ومسؤول الاتحاد الإفريقي لوضع الخطوط العريضة لأول ورشة عمل هيتم تنظمها خلال الفترة اللي جاية وتحديد معاد القرعة اللي مبدئيا هيكون في شهر سبعة ولكن لم يتم تحديد المعاد هل في منتصف سبعة هل في أوائل شهر سبعة هل في نهاية شهر سبعة كل الكلام ده لسه مش محدد في اجتماع خلال 72 ساعة لتحديد كل هذه الخطوط العريضة آخر حاجة ودي مفاجأة الناس ممكن تعتقد ان أي فريق هيشارك في دور السوبر هيشارك من خلال القائمة الإفريقية اللي هيلعب بيها دور الأبطال يلعب بيها دور السوبر الإفريقي لا دور السوبر الإفريقي هنلعب فيه زي كاس العالم للأندية ليه قائمة محددة لسه لم يتم الاستقرار على عدد القائمة يتبقى 23 لاعب يتبقى 26 لاعب أنا بقول لكم كلام ما سمعتوش في أي حتة وكلام من مصادر رسمية في الكاف وفي الشركة الإيطالية متواصل معهم منذ فترة والحمد لله دايما الصبق الخاص بالأمور الصحفية في هذا الملف بتبقى من خلالنا في برنامج الترند وبنكتب كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ولكن فكرة أنك تلعب البطولة بقائمة إفريقية من 40 لاعب أو 30 لاعب المقايدين في القائمة المحلية كلام دا من الصح هيتم الاستقرار على قائمة محددة يتبقى 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى أيام ما تبقى 26 لاعب لأنهم ما بيفقروا في البطولة دي كبطولة مجمعة في فترة من 20 أكتوبر ل 13 نوفمبر هل 23 أو 26 يجب أن يكونوا مقايدين في القائمة الإفريقية ثم بعد ذلك يقايدوا عشان يلعبوا دور السوبر دا لسه ما تمش الاستقرار عليه هل البطولة دي تحديدا هتكون خارج القيد الإفريقي عشان لو عايز تجيب صفقة سوبر ستارز يتلعب معاك كنجم في البطولة عشان يعالي القيمة التسوقية ومش شرط إن يكون مقايد معاك إفريقيا بس يكون معاك في البطولة دي بس دا برضو لسه ما تحددش إمتى يتم تحديد كل العوامل دي في اجتماع يتم خلال 72 ساعة اللي جاية وفي أول ورشة عمل هتتم في تنزانيا خلال شهر 7 اللي على الهامش ورشة العمل هيكون بنسبة كبيرة قرع الدور السوبر اللي ساعتها هنشوف هل الأهل هيبدأ بمواجهة سيمبا ولا بمواجهة إنيمبا ولا يلعب في أنجولا مع بيترو أتليتكو ولا البداية هتكون مع مازينبي في لومنباتشي دي كل التفاصيل المتعلقة بدور السوبر الإفريقي لغاية اللحظة اللي بيتكلمكم فيها أكبر المفاجآت القايمة للناس كتيرة ما كتش تعرف موضوع القايمة وما حدش تتكلم عليه لكن أنا بقول لكم القايمة هتبقى محددة يتبقى 23 يتبقى 26 لكن قايمة 30 و40 مش مطروحة في دور السوبر وخلال 72 ساعة كل الملامح هتتحدد ببعض الاجتماع اللي هيتم ما بين الشركة الإيطالية مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي والبطولة رسميا أصبحت ضمن الأجندة فيجب على اتحاد الكورة أو ربطة الأندية تحضر نفسها من دلوقتي تحط فراغات للأهل في بطولة الدوري سواء لما يشارك في كاس السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة دور السوبر الإفريقي في منتصف أكتوبر حتى أول نوفمبر كاس العالم للأندية في شهر ديسمبر ثم المنتخب عنده تصفيات كاس العالم في شهر نوفمبر وعنده كمان في كاس أمم إفريقيا في كودغفار في شهر يناير وفبراير من بداية عام 20-24 ده من بدري بقوله عشان ما يجيش حد يقولك أصلي فيه معجلات أصلي فيه فراغات الناس بتشتغل من بدري بس احنا عندنا في اتحاد الكورة أو ربطة معلومة بتجيله المتأخرة شوية وبيتبقى في دياء تسعين بعد الناس ما خلاص بتصفر وتبدأ تشتغل الناس لسا عندنا بتعرف معلومات عشان تحضر للسيزون اللي جاي